طيب يا شباب هتلاحز ان انا هنا حاطت بدل الايكونز عندي نجوم بالشكل ده علشان اميزهم لما اجي اضيف ايكونات بعد كده والموضوع بسيط هتروح لاي سيرفس او اي موقع بتحب تستخدمه علشان تجيب منه ايكونات انا هنا حابب استخدم البوكس ايكونز مثلا بالشكل ده هاجي بس هنا الاول اخد اللينك ده علشان اربطه بصفحة الهتمل بتاعتي واحطه في الهد بالشكل ده عادي خالص زي ما متعودين طيب تعال بقى يا رئيس واخد بالك وانت بتجيب الايكونات من هنا تكون مختارها اس فونت من هنا بالشكل ده وبتضغط عليها بس كليك علشان تاخدها كوبي بالشكل ده وروح بقى مكان النجوم يا رئيس وحط الايكونات بتاعتك بالشكل ده طيب جميل جدا يا شباب الانكات دي انا ممكن مثلا اخليها فليكس بوكس علشان الايكونا والنص يجوا جنب بعض طيب هخلي الجاستفاي باند علشان ارجعهم على اليمين تاني طيب ممكن ادي شوية مارجن ليفت للايكونا وممكن كمان اكبرها شوية طبعا بتعامل معها زي ما بتعامل مع التكست او النصوص شباب طيب ممكن ازبط المحاذاة الرأسية للفليكس بحيث يكونوا في المنتصف وده عن طريق ايتمز داش سنتر زي ما تعلمنا بالشكل ده طبعا نفس الكلام ده برضو هاخده كوبي واطبعه على باقي اللينكات بالشكل ده طيب لسا انا الايكونات بتاعت التقييم هفترض انهم عبارة عن نجمة بالشكل ده ولاحظ انها الزبطة الوحيدة مش محتاجة العب فيها اوي نظرا لاني حاطت النص والايكونا في اتنين اسبان جنب بعض بالشكل ده طيب يا شباب ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تضيف هفر ايفكت العناصر اللي عندك فخليكم معنا بتمنى تكونوا استفادتم ومستمتعتم كان معكم صابر حسن يا شباب من كرصف والمراجع شوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله ولزاك الحين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة